هذا هو بعض الأهداف خمسة مقابل سفر نتيجة تقيلة جداً للمولودية التي تعطرت وسقطت سقوط مفاجئ بعد فوزها في المدية هذا هدف آخر لفريق شبيبة القبائل هذا هو ثلاث أهداف اللي بيحوزتنا علي بن شيخ أنت كنت قلت ما نتكلمش على المولودية قبل ما نسألك على الشبيبة هل من الطبيعي مولودية تخسر خمسة مقابل سفر أمام شبيبة القبائل في مباراة بدون جمهور لا 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 كم؟ مللي مورا؟ ايه لا مشي هادا مام هادا كيف كيف مام هادا كيف كيف شوف هادا تروازيان شوف هنائي كنت حبستو لي شوية صورة عودوا لي صورة وعودوا لي هاد الفوتبول شوف هنائي شوف 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 تعجيسكا شحال كينا ربعة؟ اربعة انا ورح لي لقيه حبس ورح لي كون يكون يكون طريف لي وعندو البالون ورح ون رح ثانيا شوف اللي رحوا فلوس تعملو ديا هل تعجيسكا يكون قبله؟ او لا تعملو ديا تعملو ديا اللي يكون قبله صح شوف شوف وش يصرع كمل كما تحشمش وش يصرع يرميها لداخل هينك؟ ما ينجمش هل تتنترسيبتي صح ولهذا ما عندي ما نقول لك لا انا ما نشحب نحرجك لانك انت توليت كثير عن المولودية ولكن البعض كان يقول بأنه ابن شيخ يتدخل في مولودية الجزائر واليوم اصبح عليه تكلم عن المولودية لأنه ليس فيها اليوم فرصة لك ربما لي توضح للرأي العام لماذا علي بن شيخ في كل مرة ينسيهم ابتجاه علي بن شيخ كشخص للحديث على علي بن شيخ هل أنت راضي على ما يحدث في مولودية الجزائر؟ لا 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 أتريدك أن تكلم قلت لي هذي نجاوبك عليهم بعد نقول لك علش منزيش ندخل على المولودية قلت لي كان بعض من الناس واللي نغرب البعض بعض من الناس هم يقولوا بن شيخ كان يدخل هكذا واش كانوا يقولوا وغانا زيد قولها قالوا بأنه هو اللي كان يقرر في المولودية هو رجل الخفاء هو رجل الضل هو اللي دارنا ليستعليلي بيري هو اللي دارنا ليستعكي الكشوار وأنه كان ينتقد في بعض اللاعبين بسكو ما حبهمش يقعدوا في مولودية الجزائر وقالوا بأنه حاسب مولودية الجزائر ملكية خاصة تاعو يدير فيها واش يحب كلام كتير قيلة تسمعت بس يسير يسير حتى في الحمام قالوا في الحمام هذو احنا نزقوا لهم زمان في القصباء طيابات الحمام اليوم الثاني قروا بخمسة مقابل سفر وحبوا يسمعوا وش يرأيك ماذا من فضلك خليني نجاوب أنا عمري ما دخلت في المولودية كيف بدنا نخدمه أنا والرئيس من الأول سيفري من الأول سيفري